على مستوى العالم وعلى مستوى البطولات عندنا حديث كبير جدا جدا طبعا من خلال طبعا نقضنا الرياضي محسن لملوم هيكون معانا ان شاء الله بعد الفاصل لكن يعني كابتن محمود الخطيب النهاردة كمان الخطاب اللي بقول لحضراتكم عليه قدموا الالتحاد الأفريقين لكرة القدم وضح فيه رؤية النادي الآلي لتطوير الكرة الأفريقية حتى النادي الآلي بقى هو العنصر اللي بيطلب التطوير في الكرة الأفريقية الخطاب ده هنسرده لحضراتكم سريعا فيه ست نقط أساسية لتطوير المنافسات على مستوى أفريقيا الحقيقة الخطاب ده جاء عشان يستفيد به الجميع احنا بنتكلم مش النادي الآلي بس كابتن خطيب والنادي الآلي بيضع بعض المقترحات لالتحاد الأفريقي للارتقاء بقرة القدم الأفريقية على مستوى أفريقيا الأحداث السلبية طبعا في المباراة النهائية كمان اتمنى أنها ما تتكررش بشكل مباشر النادي الآلي قدم اقتراحاته في الخطاب أكد أن التعديل والتطوير حق ومسئولية الكاف ولكن كمان المصلحة العامة للقرى الأفريقية بتستوجب الاستماع إلى وجهات نظر كل الأندية وتمشيا طبعا مع رؤية النادي الآلي في النقاط التالية أن يعود الدور النهائي للمسابقات الأفريقية سواء دور الأبطال أو الكنفدرالية لنظام الزهاب والعودة لأن فكرة طبعا إقامة النهائي من مباراة واحدة لم تنجح أوروبا بتختلف كثيرا عن أفريقيا كل دوت اللي بيطالبه النادي الأهلي ووسائل الانتقال في قرطنا صعبة ومكلفة وتستغرق وقتا طويلا لا توجد تأشيرات سفر موحدة لكل الدول في أفريقيا بل الحصول على تأشيرات في قرطنا من المشاكل اللي بتقابل جماهيرنا على المستوى الأفريقي أيضا لا يوجد عملة مالية موحدة زي الييرو مثلا في أوروبا وطبعا المسافات ما بين الدول العربية والأفريقية طبعا مختلفة في أوروبا الدول قريبة من بعض وسائل الانتقال عديدة جدا وما فيش مشاكل حتى في عملية الانتقال بنفس العملة وطبعا مشاكل السفر لمسافات بعيدة العنصر الثاني حال استمرار إقامة النهائي للمسابقات الأفريقية بنظام المباراة الوحدة تقل الشفافية أن يقوم الكاف بإعداد لائحة خاصة بالمباراة النهائية بتضمن تحقيق العدالة وتحفظ حقوق كل الأطراف وأن يتم الإعلان عن الملاعب اللي تستضيف المباراة النهائية قبل البطولات على الأقل ممكن يكون أن الكاف بيدرس كمان ندور عملية المقترحة تلك ندور العملية يعني ما تقتصرش على بلدين أو ثلاثة لكن يكون استضافة المباراة النهائية بين الدول الأفريقية ويحجب طبعا الاستضافة عن الدول اللي فازت بالتنظيم من قبل كده لمدة خمس سنوات حتى تحصل بقية الدول الأفريقية على فرصة مماثلة وكمان يقوم الكاف بدعمه من سندة هذه الدول طبعا لتنمية اللعبة في القرى الأفريقية الاقتراح الرابع تطبيق تقنية حكم فيديو الفار المساعد في كل الأدوار في البطولات الأفريقية لتحقيق الحد الأدنى من العدالة وزي ما قال البيان أن أفريقيا ليست أقل من أوروبا على مستوى الإمكانيات وإن الاقتراح الخامس بيقول أن الكاف يقوم بإعادة سياغة لوائح الحالية لتكون حاسمة ولا تحتمل أكتر من تفسير علما بأننا طبعا بندرك أن هذه مسؤولية الكاف ولكن التعاون يستوجب الاستماع إلى وجهات نظر كافة الأندية الاقتراح الأخير دراسة مضاعفة المبلغ المالي المقدم من كاف للفرق المشاركة في المسابقات المختلفة لأن طبعا اللي بيتقادها صاحب المركز الأول حاليا هو الرقم الأعلى في أي مسابقة أفريقية لا يتناسب مع تكلفة الانتقالات والإقامة ومكافئات اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية وعلاج المصابين سريعا برضو حشرح النقطة دي سريعا جدا أن النادي الأهلي كمان بقى أخد الدور أنه هو بيحاول يطور أو بيحاول يدي جراز انزار للكاف في تطوير مسابقاته الأفريقية بوضع ست بنود اعتقاد الشخصي أكتر من رائعة طبعا أهمها بنتكلم أن المباراة نهائية في الكنفدرالية ودوري أبطال أفريقيا تكون ذهاب عودة لأسباب كتيرة جدا صارتها النادي الأهلي من أهمها طبعا اختلافنا عن أوروبا أوروبا كلها في حتة وحدها الانتقالات الجماهير كمان عامل مهم جدا جدا فزي ما بقول لحضراتكم أن التطوير مهم جدا جدا والنادي الأهلي بيقوم طبعا برسالته كالعادة أنه حتى بيدي جراز انزار أو بيدي للاتحاد الأفريقي الكاف بعد المقترحات الاحترافية للرقي بالقرى الأفريقية يعني دايما القرى الأفريقية بنشوف نجوم أفريقيا موجودين في الفريميان ليج ولكن تبقى فوارئ كبيرة جدا على مستوى التطوير حاخد من كلامي علشان من الناس بتقولش يعني انت عشان آف النادي الأهلي وبتقول لا النادي الأهلي كمان بيشتغل باحترافية كاملة وحربوا تدود بأرسن فينجر أرسن فينجر طب ازاي أرسن فينجر كابتن محمود الخطيب بيقول أن احنا لازم نطور منظومة الكورت القدم الأفريقية حضراتكم طبعا أرسن فينجر طبعا أنه هو المدير التطوير في الفيفا قال لك انبابي لم يكن ليصبح لاعبا كبيرا إذا ولد في أفريقيا معنى الكلام ده إيه معنى الكلام ده أن يعني المسؤول الأول عن تطوير الكورة في العالم آرسن فينجر المدرب العظيم مدرب الفرنساوي اللي كان ليه تاريخ كبير جدا ودوقتي هو المسؤول عن تطوير كورت القدم في العالم كله بيقول لك انبابي لو كانت ولد في أفريقيا ما كانش هيبق انبابي دلوقتي ليه؟ عشان النقطة اللي يتكلم عليها الكابتن محمود الخطيط تطوير القرى الأفريقية قال يعني أرسن بينجر قال كده طبعاً إحنا كلنا عارفين إن مبابي عنده أصول أفريقية ولكن هو قال للأسف الكرة الأفريقية تحتاج الكثير من التطوير المسابقات الأفريقية تحتاج الكثير من التطوير وعنصر زي مبابي لو كان تواجد في القرى الأفريقية ما كانش هيوصل لهذا المستوى فعايز أقول له حضراتك والربط ده يعني جيه بالصدفة بالصدفة يعني النهاردة التصريح ده جيه والكابتن محمود كان لسه بيتكلم عن الاتحاد الأفريق إن إحنا عايزين نطور القرى الأفريقية بشكل كبير على الجانب الآخر المسؤولي الأول عن تطوير قرة القدم في العالم بيقيد هذا وبيقول إن إحنا أفريقيا عندنا نجوم كبيرة جداً نجوم عظيمة جداً مواهب كتيرة جداً ولكن عملية التطوير عندنا لازم تتم بشكل علمي طبعاً ونقترب أكتر وأكتر من القرى الأوروبية عندنا فاصل سريع بعد الفاصل إن شاء الله نستقبل ضيفنا الكريم محسن لملوم عشان نتكلم معاه على النادي الأهلي عن رحيه المسلماني نتكلم معاه كمان عن منتخبنا الوطني في مباراة صعبة جداً أمام المنتخب الكوري طبعاً الجنوبي إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا في المباراة اللي جاية أجواء صعبة جداً جداً نتكلم فيها مع ناقدنا محسن لملوم وكمان هنتكلم على البطولة الأفريقية تصفيات المؤهلة الأفريق 23 ونشوف الفرق الكبيرة عاملت عندنا حاجات كتيرة أول نهاردة في المحترف أرجوكم يعني خلوكم معنا هنروح للفاصل السريع ونرجع مع حضرتكم